إذن تنتظر الجبهات نتائج المفاوضات يهدى دوي المعارك في دومباس والشرق الأوكراني حيث تواجه روسيا أيضا تهمات بجرائم حرب لا توجد مسودة اتفاق سلام مع أوكرانيا حتى وفق كبير المفاوضين الروس لكن المحادثات تستأنف غدا على أمل التوصل إلى لقاء القمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني وحتى حدوث ذلك تبقى الحرب قائمة فموسكو لم تحقق تقدما ميدانيا هاجمت من جبهات عدة لكن دون جدوى اليوم تحشد نحو مركز الحرب الأساس دومباس التي تظهر باعتبارها ساحة المعركة الأكثر أهمية لروسيا فلا توافق مع كييف حولها حتى الآن ولا يبدو أنه سيحصل في الأمد القريب الجنوب الأوكراني متنفس كييف البحري لا يزال تحت القصف في أوديسا تصاعدت أعمدة الدخان نتيجة قصف روسي بصواريخ عالية الدقة فيما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تصديها للكثير منها بنفس العينيور ورسي حالة الدفاع الأمدرات الأخوة ح имеسن لا يزال تحصحت نحن قائم جب الأمدرات الأمدرات القوية فلوز فقط على دخول مدراس الموقع تحصير عمد رضاك صعيح وثمت من أبداة الدخول حكيائي في الجزء الخارج الأمدرات الدخول في النصول العقوبة الموقع الدخول ما هي المطلع على الكييف المطلح من أجزه والتحصير مع بعض الشعارية مع الأمدرات الأمدرية أما ماريو بول المدينة التي ترزح تحت حصار خانق منذ خمسة أسابيع فالوضع الإنساني بالغ السوء تحاول كييف رفقة الصليب الأحمر إخراج ما يمكن إخراجه من المدنيين الذين يعانون الجوع والعطش تنفد لدينا الصفات التي يمكن أن تصف الفضائع التي عانى منها سكان ماريو بول والوضع مروع ومتدهور والآن أصبح من الضروري أن يسمح لناس بالمغادرة والسماح بدخول إمدادات المساعدة الهدف الروسي من حصار الجنوب الأوكراني يكمن في منع إعادة تزود كييف بالإمدادات عن طريق البحر وفق ما قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية تحتفظ روسيا هناك بالقدرة على محاولة تنفيذ إنزال برمائي لكن من المرجح أن تنطوي مثل هذه العملية على مخاطر عالية بسبب الوقت المتاح للقوات الأوكرانية للاستعداد الخطر بالألغام كما استعرضنا ذلك الأسبوع الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر